بسم الله ما شاء الله تعالوا نشوف كده الفراخ بتاعتنا البلدي الفايومي الروزي اللي هي الفراخ التسمين اللي احنا بنربيها عشان التسمين مش عشان البيض يا جماعة بسم الله ما شاء الله شوفوا عمر شهر وعملة كام على الميزان المفروض اصلا تعمل عمر شهر دي يعني حوالي نص كيلو 500 جرام عاملة 800 ولا كام دي 760 جرام والفرخة مش اديك كمان طبعا الديوك بيبقى وزنها اكبر ازاي بقى تربي الفراخ دي يا توزاي توصليها للأوزان دي طبعا انتو عارفين الفراخ البلدي دي لما بتوصل وزن نص كيلو كده او كيلو لربع ممكن تتبحيها شمرت جميلة جدا جدا طبعا الفراخ دي احنا ربناها قولنا قبل رمضان بشهر ونص على رمضان ان شاء الله تكون بقت أوزان جميلة لو انت عايزة اللي متابعة معنا لدورة دي هنكمل مع بعض الدورة النهار ده الفراخ النهار ده مثلا عمر شهر ايه بقى اللي خلي الفراخ توصل معك للأوزان دي في الوقت القصير ده لو انت حابة برضو تستخدميها كمشروع حلوة جدا 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 لنهار ده كيلو الفراخ البلدي ب 145 جنيه يعني فراختين من دول النهار ده ب 145 جنيه ويمكن اكتر كمان لان المشاء الله زي ما انتو شايفين عادت النص كيلو فما اخدوش معاك وقت في 35 يوم بسم الله ما شاء الله جابوا معاك وزن اكل بداية العلف من اول عمر يوم نبدأ بقى كده نصنمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر معلك وشان ما قلناه ايش من المشروعات الهيلة والجميلة اللي ممكن تعملوها في الفترة اللي احنا فيها دي وفترة ارتباك الاسعار وكمان في المواسم وفي اوقات المواسم الفراخ البلدي التسمين حلوة اوي اوي بتجيب معاك نتيجة بسرعة بتجيب معاك بسرعة من غير ما تأكلي علف مش شرط خالص ان انت تأكلي علف اساسي عايز تعرف الفراخ دي استقبلناها ازاي واكلناها ازاي من اول عمر يوم دي بلي في التعليقات وانا احط لك رابط بتاع الدورة دي من اول يوم خالص مترتبة يوم بيوم بعمر اللي بيأكلوا ايه وبشربوا ايه وكلام ده كل ازاي ما تشايفين كده الفراخ لو انت عندك دقة نظر هتاخدي بالك ان فيه فراخ كبيرة وفيه فراخ صغيرة الفراخ دي كلها جاية في يوم واحد عمر واحد يعني كان عمر يوم انا شرياهم عمر يوم الصغير منها ده بلدي حر لانتاج البيض اما الكبير ده فيوم الروزي عشان انا حبيت ان انا اعمل الدورة دي عشان اوضح للناس المشكلة اللي معظم معظم الناس اللي بتربي بتقع فيها هتدك بتروح تجيبي الفراخ الفيوم الروزي دي والراجل يقولك دي بتبيض وحلوة جدا للبيض يا فانت وده لحم وبيض اما اقولك على فراخ لحم وبيض سيبعاله متجيبهاش للبيض لانها مش هتنفعك في البيض خالص هتخصى اللهي ايه بقى هتاكل معاك كتير جدا زي ما انت شايفة كده هتشيل اوزان بسرعة ما شاء الله وهتفرحك هتبيض على العمر اربع شهور خمس شهور بالكتير شهر اتنين وهبوسط لقائجة لها امراض الدنيا والاخرى وما انتش عارفة مش نافع فيها علاجة يعني انت ممكن الفراخ يجي لها مرض عادي وتعالجيها وتقوم معاك وتخف وترجع تبيض تاني اما الفراخ دي فهي اصلا اصلا فراخ تسمين علشان خاطر تتعمل يعني اقصى اقصى عمر لها ست شهور تتدبع على ست شهور اما انت بقى تتستنيها تبيض لك بعد ست شهور بتلاقيش لها انها بوضت اي هفو اي بصي اي فيروس معادي كده اي مشكلة تلاقيهم بقى حصيرة كله ماتوا مش نافع فيه ملاك عشان كده بقولك ده الفرق بقى عايزة فرخ يعيش معاك ويبيض بالسنتين والتلاتة يبقى تجيب البلد الحر او عايزة افضل انواع فيه انواع تانية حلوة اكتبي لي في التعليقات وانا هطلتلك رابط افضل انواع فراخ بلدي لانتاج البيض لو انت يدسها اول مرة تتابعينه وما شفتيش القناة قبل كده النهاردة بقى عمر تلاتين يوم انا عايزة اكمل الدورة ان شاء الله باذن الله رب نتمها على خير والفراخ بتاعتي تشيل اوزان كويسة ومن غير ما يكون مكلفة كتير عمر تلاتين يوم لازم 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 تحطي القرس اللي انا هقولك عليه دلوقتي علشان خاطر الفراخ بتاعتك تفضل تشيل وزن وما تخصش معاك خالص الفراخ دي انا استقبلتها من غير مضادات حيوية من غير تحسنات من غير ادوية بوروافع مناعة عملنا لها كمان وصفة التسمين اول ما كملت اسبوع اللي مخليها كده واوزان حلوة كده ومعوض لي العلف وصفة التسمين النهاردة كله العلف بتلاتين جنيه طيب ليه انا اكلف نفس بيجيب كله علف بتلاتين جنيه وانا ممكن اعمل وصفة التسمين دي مش هتكلفك حاجة خالص تاكله للشيشة بتلاتتاشر جنيه لو انت برضو متعرفش وصفة التسمين دي كتبلي في التعليقات وانا احطيلك الرابط بتاح وعامتا لو انت خدت رابط الدورة كلها هتلاقيها موجودة فيها من عمر اسبوع الفراخ البلدي بقى مزيتها انها مش زي الفراخ البيضة مش هتحتاج ان انت تأكلي علف ليل ونهار او تحتاجها مثلا تأكل بدل علف بالنهار وتأكل علف بالليل لا الفراخ البلدي سهلة جدا جدا وجميلة جدا اهم حاجة ان انت تكوني بتعرفي تتعاملي معاها يعني لما يكون عندهم مرض او مشكلة تعرفي تحيل المرض والمشكلة ادي الفرخة هنحطها تاني كده عن الميزان وهشوفها لك بالميزان اهي بسم الله ما شاء الله بصراحة والله انا جايبها وحتى في بالي انها ايه اتطلع نص كيل ففاجئتني اما طهرت مني مسكتها كتفتها وحتى تتابل المنزر ده فاجئتني بسم الله ما شاء الله يا ستي قولي مثلا هي وكلة قولي هتبقى عامل 600 جرام فرخة عمر شهر 600 جرام فدي حاجة جميلة جدا طبع الفراخ دي اتعايز اقولك في السن ده او ممكن تستنع لها اسبوع كمان خمسة ايام وتتباحيها وتحشيها زي الحمام بالزبط احلى واجمل من الحمام اليوم مر وتنفع في ازمات رمضان حلوة جدا يعني انتي كنت مثلا لو انتي بدأت معنا الدورة من قبل رمضان بشهر كمان بشهر ونص كانت هتبقى معاك جميلة جدا جدا وتملالك البيت خير انا عندي اعرف حد قريبي يعني بتجيبهم كل شهر بس تعملها مكان مساحة يعني عندها مساحة زي كده كل شهر بتجيبهم بعدد افردوا يعني البيت وماشاء الله على طول لازم كده في كل اسبوع تتباح تعمل واليمة جامدة فراخ محشية اللي هي الشامورة المحشي ده احلى من الحمام اليوم مر ما شاء الله مربية وولادها الله اكبر ربنا يخلي فبجد انتي تملي بيتك خير ويبقى يعني عندك اكتفاق ذاتي مش محتاجة تروح تشتري حابة برضو تعملي مشروع هيبقى معاك حلوة ايه بقى القرص اللي يخلي الفراخ بتاعتي تكمل معايا ولو انا ما حتطوش الفراخ هتخس وتنشف مني الناس كتير قوي بتشتيك فراخي بلدي وكتحي العوزال فل وبعدين نشفين وخسين وفيه برضو حد لسه قريب حاببتي بيكلماني بتقول لي الفراخ بتاكل الاخراج بتاعها بتبقى واكلة وشبعانة وتجري عليه ده معناه ايه؟ معناه انه الفراخ دي عندها ددان هي بتجري على الددان فالددان دي اكبر واخطر عدو ممكن يواجه الطيور بتاعتك برضو فيه فكرة غلط قوي قوي وهقولك الفكرة ده جاي منين؟ وانا اكتشفت الموضوع الفكرة دي جاي لكم منين؟ ان انتو بتقولوا الخضرة بتعمل ددان للفراخ كلام ده مصطح خالص فاشل يعني كلام ملوش اساس من الصحة اي كين حي متحرك عنده ددان في امعاه وانتي كبنى عدم عندك ددان في امعاك بس الفراخ لما بيزيد عليها الددان بتخس بتنشفها وممكن توصلها للموت انا في مرة زمان خالص الفراخ بتاعتي ماتت بسبب ان اكتشفت بعد ما تبحتها انه المشكلة انه كان عندها ددان رهيبة ومن ساعتها وانا عندي اقدر من الددان دي فكل خلطة بتغلطيها في تربية الطيور بتعلمك درس عمرك ما بتنسيه ده يعني الحمد لله نتيجة السنين والخبرات فتعلمت دلوقت اي طيور عندي مجرد ما تكمل عمر شهر لازم 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 شهر بالددان سواء بشري سواء بطري او مش عارفة تشتري شرب الددان يبقى حضرتك هتعملي اي بقى هتجيبي شيح من عند العطار معلقة وتغليها على لتر مية وتقدمي ليهم اول مرة خمسة ايام وربعة وبعد كده كل اسبوعين تحطيها يومين ثلاثة كل اسبوعين يومين ثلاثة بس لو استخدمت الشيح او حتى الشربة برضو تزم بعديها تحطي خميرة الخميرة هتخلي تعود بقى البكتيريا النفعة اللي ماتت بسبب الشربة وتخلي الفراخ تجيب معاك وتفور معاك بسرعة ووزنها يكبر بسرعة كمان بنحط معلقة ملح طعام على الاكل رشة معلقة اول ما تكملوا عمر شهري كده رشة ملح طعام عادي ويفضل كمان يكون من الملح الخشل مش الملح بتاع المصانع او الشركات الحاكتين دول بيخلوا الفراخ تاكل وتشرب كتير ووزنها يزيد معاك قوي بسرعة يجيب معاك اوزن بمنتهى البساطة موضوع مش محتاج ان انت تجيبي علف ولا تكلفي وهيبقى عندك مشروع بتربيه ببلاش وبيجيب لك ربح ما شاء الله حلو جدا كل المشكلة في الفراخ الامرات بتاعتها اكتبلي في التعليقات اي مشكلة عندك وان شاء الله نحلها وما فيش اسهل ولا احلى من تربية الطيور والحاجات دي يبقى عندك حاكتك نضيفة عارف مكانها بس اهم حاجة عشان الفراخ دي تشيل معاك وزن برضو انك تجيبي من مكان مصدر موسوك منه تكون السلالة نضيفة احيانا السلالة بتكون مش حلوة فمتشيلش وزن معاك بسرعة واحيانا ما شاء الله الله اكبر زي ما انت شايفة كده بتبقى سلالة جميلة جدا وتفرحك دايما نشتري الحاجة من عند حد كويس واللي يغشك مرة بتعمليش معاي تاني اتمنى يكون الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا